بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كادت أن تبيع كليتها لتسدد دين والدها لولا صاحب الزمان عليه السلام في آخر اللحظات سدد ديون والدها كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظة بابل فتاة جامعية تخرجت وبقيت جالسة في بيتهم العائلة كبيرة والدها عمله بسيط جدا لا يدر عليهم بالمال الكثير نتيجة أن أمها قد تمرضت بمرض شديد قام والدها باستدانة مبلغ 15 مليون ليس دفع واحدة ولكن على شكل دفعات كي يستطيع أن يعالجها النتيجة بأنها قد عولجت وشفيت ولكن الدين بقي هم يعيشون في بيت إيجار وحالتهم ضعيفة جدا وبدأ هؤلاء الأشخاص الذي استدان منهم 15 مليون دينار يطرقون الباب كثيرا وانتهت أعذار أبي كما تقول ويريدون نقودهم فلان مليونين دينار فلان أربع ملايين دينار فلان خمسة ملايين دينار بهذه الصورة لدرجة وصل الأمر إلى التهديد وصل الأمر بأنهم يبلغون عنه الشرطة أو يوصلون الأمر إلى المحكمة ويقومون بسجنه هل أنا أسكت بهذه الصورة؟ لا أعرض كيف جاءت لي هذه الفكرة بأن أبيع إحدى كليتي من دون أن يعلم أبي ولا أمي أبيع إحدى كليتي وأخذ ثمنها وأجعلهم أمام الأمر الواقع أفضل من أن أجعل أبي يسجن وهو المعيل الوحيد لنا على كل حال اتفقت مع إحدى الصديقات وكانت أختها طبيبة وقلت لها بنص العبارة إذا أختكي يعني جاء في طريقها أحد يريد أن يشتري كليه لولده لنفسه لأهله لأقاربه فأنا مستعدا أبيع إحدى كليتي القضية معقدة جدا كما أخبرتني هذه الطبيبة وهي أخ الصديقتي وتحتاج إلى كثير يعني من الضمانات والمعاملة وإلى غير ذلك كي يحافظ الطبيب على نفسه وإلى غير ذلك ويحافظ الجميع على أنفسهم وعلى صحتهم والأمر يحتاج إلى المستشفى وإلى غير ذلك فقلت أنا مستعدة لكل شيء أنا مستعدة لكل شيء على باب بأني أتبرع بكليتي لشخص ما ثم بعد ذلك يعطيني المبلغ على كل حال تقول سبحان الله كانت الأيام أيام محرم مر أسبوع واتصل الصديقتي وقالت لي بنص العبارة بأن أخت الطبيبة تقول أن هناك من يحتاج إلى كيلية ونحن من باب التبرع أنت تقومين بذلك وهم سيعطونك المبلغ الذي تريدينه بدأت التواصل مع تلك العائلة وحددنا اليوم ولكن أنا قبل ذلك سبحان الله كنت خائفة صراحة ليس بالأمر البسيط من جانب أنها عملية من جانب أني أذهب لوحدي وصديقتي معي من جانب آخر إخفاء هكذا أمر ليس بالبسيط جدا ولكن أريد أن أضحي بنفسي لأجل والدي لا أحب أن يزجن ولا أراه مسجونا من جانب بأنه هذا الأمر بالخفاء لا يعلم به أبي وأمي ولا أعرف عواقب الأمور ربما أموت في العملية ربما أتضرر بعد العملية على كل الأحوال بدأت هذه الأفكار تهاجمني من كل حدب وصوب ماذا أفعل؟ تقول فتحت كتاب مفاتيح الجنان وتقع عيني على صلاة الإمام الحج عليه السلام صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه صليت صلاة الاستغاثة وأنا كل دموع بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي صاحب الزمان يا صاحب الزمان ادركني يا صاحب الزمان غذني ماذا أفعل؟ غدا سوف أذهب من دون علم أبي وأمي وأجر هذه العملية وأنا قد مهدت الأمر بأن أريد أن أذهب وأخدم يعني مع صديقتي في بيتهم سأظل يوم يومين ثلاثة أربعة لأن أريد أن أخدم معهم وأهلي يعرفون هذه العائلة فالأمر سوف يكون كله سريا ولا أحد يعلم على كل حال في نفس الليلة وإذا بي أرى في عالم الرؤية أنا أحاول أن أختصر القصة لأنها طويلة تقول وفي عالم الرؤية رأيت مولايا صاحب الزمان عليه السلام كأنه يسير على طريق المشاية الذي يمر علينا يعني في الحلة في بابل وأبي يذهب إلى إحدى المواكب دائما وأبدا يخدم فيها ليس من باب يعني إعطاء الأموال ولكن من باب المساعدة وكان صاحب الزمان عليه السلام وقف على الموكب الذي يخدم فيه أبي ورفع يديه إلى السماء ودعا له بالخير وأبي أصبح مسرورا فرحا إلى غير ذلك جلست وعند الصباح وأنا مسرورة جدا من هذه الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى سيفرج عننا وأنا تصورت بأني سأتبرع يعني سأعفوا سأبيع الكليا والأمور طيبة إن شاء الله ولن يحدث شيء كل هذا يعني ما تصورته الموعد بأني أذهب عصرا إلى بيت صديقتي جاء أبي ظهرا من الموكب وهو فريح مسرور جدا الدنيا لا تسعه من الفرحة فأخبرناه ما الأمر قال وأنا جالس في هذا الموكب وفي وقت الغداء جلس بجانبي رجل ورآني مهموما حزينا شارد الذهن فقال ما لك يا حاج ما بالك بماذا تفكر فقلت له لا أفكر بشيء فألح علي قلت له صراحة علي يدين وعلي أن أسدده فقال كم دينك فقلت له 15 مليون دينار بالنسبة للبعض هاي الخمستعش مليون دينار وهي عبارة عن أعشرة آلاف دولار يعني باللهجة العامية شدة واحدة البعض يراها شيء بسيط جدا يعني فتبسم هذا الرجل وقال أنا دائما وأبدا أتبرع للمواكب الحسينية أتبرع سنويا ويوصل التبرع مع أصدقائي 50 مليون 70 مليون وأنا مجموعة من الأصدقاء ونحن تجار أصدقاء من البصرة يقول بعد ما تبين حقيقة بأني مطلوب بسبب مرض زوجتي ورأى مني الصدق قال الآن سأتصل وإن شاء الله أي هنا يعني محل للصرافة سوف أقوم بإرسال المال من البصرة إلى هنا يرسلونا اتصل وسبحان الله ما هي إلا ساعات يعني ما أقل الساعة وإذا به قد قال فنذهب الآن في سيارة ذهبنا إلى المكان الفلاني في الحلة في بابل وإذا بي أستلم 10 ملايين دينار قال وإن شاء الله غدا إحنا راح ننطيك الخمسة ملايين دينار وينقذ دينك هذا دين فالشيء بسيط جدا عندنا وإنت خادم الحسين عليه السلام ولا فرق بين أنا أصرف على زوار الحسين أو خادم الحسين وبحمد الله عز وجل في اللحظات الأخيرة صاحب الزمان عليه السلام أنقذني ونقذ أبي من السجن أنقذني من هذه العملية أنقذني من عواقبها فكرت ربما سأموت إذا بقيت لدي كليا واحدة أو ربما تقف ولا تعمل هذه الأفكار التي هاجمتني وبحمد الله صاحب الزمان أنقذ أبي من السجن وقمنا بتزديد الدين بأكمله برنامج صباحات ولا إيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام موسيقى